مرحبا أهلا وسهلا فيكم بفقرة التغذية من برنامج سبيستون موم معكن أخصائي التغذية نادين سمايلي وبموضوع حلقتنا لليوم حنكون عم نحكي عن بعض من النصائح يلي ممكن نتبعهم خلال فترة الرضاعة لنبلش نخسر وزن هلا عادة عملية الرضاعة في جسدك بتخليك تحرق 500 سعر حرارية زيادة عن شخص ما عم بيرضع هلا إذا أنت كنت حسي حالك جاهزة أنه تبدأي بعملية خسارة الوزن ما بعد الولادة فمن الممكن أنه بدل ما تكوني عم بتزيدي هال500 سعر حرارية تقدري تكوني عم تزيدي 300-350 سعر حرارية فقط بهي الطريقة بتكوني عم تقليلي ما يقارب الـ 150-200 سعر حرارية عن احتياجات الرضاعة هيدا الشي ما رح يأثر على الرضاعة عندك بجسمك ولا رح يأثر أنه على وصولك للعناصر الغذائية إذا كنت عم تتبع نظام غذائي متوازن من قبل أخصائية تغذية هيدا الشي رح يخليك أنه أنت تبلش تخسري نس كيلو لكيلو أو حتى كليين بالشهر يلي رح يخلوك تبلش تخسري وزن بدون ما يأثر أبدا على الرضاعة الأبحاث العلمية أثبتت أنه خصارة النس كيلو لكيليين بالشهر أبدا ما رح يكون عندهم أثر على كمية الحليب يلي جسمك عم يفرزها وبنفس الوقت حيقدر يساعدك أنه أنت تقدري تخسري وزن قاعدة كتير بتقدري تساعدك أنه أنت تخسري وزن خلال فترة الرضاعة هي قاعدة الـ 20-20 يعني 80% من وقتك 80% من إيامك تكوني أنت عم تقدري تتبعي نظام غذائي صحي متوازن تكوني عم تكلي بالبيت تكوني عم تمرقي الخضار والفواكي تكوني عم تمرقي دهون صحية بروتينات الصلاطات الفواكي هيدا كله حيقدر يساعدك أنه أنت تخسري وزن وتأني كل المغزيات يلي جسمك بحاجة لإلون أما باقي الـ 20% من نهارك أو باقي الـ 20% من إيامك تكوني أنت عم طعطي جسدك الأشياء اللي أنت عن جد بتستحليها أو اللي بتجي عبالك سواء كان الحلويات أو كانت الكيك أو كانت البسكوت أو كان أي شي حلو أنت مستحليتيا على 20% من الحلويات أو من المأكلات يلي أنت عم ترغبيها وعم تعطيها لجسدك أبداً ما رح يأثر على خسارة الوزن إذا كانت 80% من أوقاتك عم تتبعي نظام غذائي صحي ومتوازن جربي ما تقعي بفخ كل السناكس يلي موجودة بالسوبر ماركت اللي بتكوني مصنعة وتدعي أنه بتزدلك كمية الحليب يعني البسكوت يلي بيكون مكتوبة عليه lactation cookies أو أنه بيزيد الحليب بله الكيك يلي بيكون مكتوبة عليه أنه كمان lactation وبيزيد الحليب كمان بله هيدي المأكلات ما رح تقدم ولا رح تأخر بالعكس حتكون عم بتزدلك سعرات حرارية سكرية دهون الزيادة على أكلك يلي أنت أبداً منك بحاجة لإله وما رح أبداً تزدلك كمية الحليب مثل ما اتفقنا بالفيديوهات السابقة أنه ما في ولا أي طعام معين بيزيد كمية الحليب هلأ آخر شي حابة إحكي عنه وكتير رح يقدر يساعدك أنه أنت تحرق سعرات حرارية هو لرياضة لرياضة كتير بتقدر تساعدك أنه تخسري وزن بلا ما كتير تنحرمي من الأكل فيك تكوني عم تمارسي الصفوف الرياضة يلي موجودة حول بيتك أو بتجيم أو بينادي معين هيدا الشي كتير رح يساعدك فيك تكوني حتى عم تتمرني بالبيت تفتحي يوتيوب تساوي تمرينات على اليوتيوب أو على application أو تحميل معين على تليفونيك وتكوني عم تتحركي أنتي وبنص بيتك فيكي حتى تكوني عم تطلع أنتي والبيبي طبعيك عم تتمشي بره من مرة لمرتين بالنهار هيدا كله هيقدر يساعدك أنه أنتي تزيد حركتك وتزيد السعرات الحرارية يلي عم تحرقيها بنهارك لا تساعدك بعملية خسارة الوزن هيدا كل شي بالنسبة لحلقتنا لليوم بتمنى تكوني حبيتي بتمنى تكوني استفدتي إذا حبيت الحلقة بليز ما تنسي تنشريها مع أصدقائك الأمهات وشكرا كتير إليك على المشاهدة شكرا